السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني عشر في مادة الجغرافيا ومع درس جديد بعنوان مراجعة عامة المياه الجوفية والجليد والأنهار الجليدية ولنجب معن أعزائنا الطلاب على السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي أولا تتمثل الغطاءات الجليدية في نصف الكرة الشمالي في ألف جرينلاند باء رصيف لارسن جيم شبه جزيرة أنتركتيكا دال شبه جزيرة بالمر أحسنتم إن الإجابة الصحيحة هي جرينلاند ثانيا أي مصادر المياه الجوفية الآتية تتراوح بين العذبة والمالحة؟ ألف التصاقط باء البحار جيم الأنهار دال المياه الناتجة عن النشاط البركاني إذن مصادر المياه الجوفية التي تتراوح بين العذبة والمالحة هي المياه الناتجة عن النشاط البركاني نتابع معاً أعزائنا الطلاب الإجابة على السؤال الأول ثالثاً أي مما يأتي يعد أكبر الأنهار الجليدية في العالم؟ ألف لامبرت باء بيرينغ جيم بيريتو مورينو دال بالتورو إذن الإجابة الصحيحة هي لامبرت رابعاً أي العوامل البشرية الآتية تؤثر على المياه الجوفية؟ هل هي الغطاء النباتي؟ أم مسامية الصخور؟ أم كميات الأمطار؟ أم إقامة السدود؟ إذن من العوامل البشرية التي تؤثر على المياه الجوفية هي إقامة السدود السؤال الثاني أجب عما يليه أولاً أذكر العوامل الطبيعية التي تؤثر على مستويات المياه الجوفية ألف الخصائص المناخية للمنطقة من حيث كميات الأمطار والرطوبة والجفاف بالإضافة إلى التبخر والجريان با المسامية والنفاذية لطبقات الصخور الواقع فوق مستوى الطبقات الحاملة للمياه الجوفية جيم الغطاء النباتي ونوع التربة ودرجة مساميتها في المنطقة نتابع معاً الإجابة على الأسئلة التالية ثانياً وضح عوامل تكون الينابير ألف ميل طبقات الصخور الغير مسامية بشدة والتي ترتكز عليها الطبق الحامل للمياه وتكوينها لحافة صخرية وبذلك تندفع المياه ذاتياً عند الحافة با قطع بعض الأودية النهرية الأخدودية للطبقات الحاملة للمياه الجوفية مما ينتج عنه تدفق المياه ذاتياً عند أسفل هوائط الأخاديد النهرية جيم حدوث فوالق أو شقوق في طبقة الصخور المسامية الحاملة للمياه الجوفية مما يؤدي إلى تغير ترتيب الطبقات وبذلك ترتفع المياه الجوفية ثالثاً ما أنواع خزانات المياه الجوفية في الوطن العربي؟ نعم أحسنتم ألف حديثة متجددة با طبقات المياه غير المتجددة رابعاً اذكر أحواض المياه الجوفية الرئيسة في دولة قطر ألف الحوض الشمالي با الحوض الجنوبي جيم حوض الدوحة ودال حوض العائلات نتابع معاً أعزائنا الطلاب الإجابة على الأسئلة التابعة للسؤال الثاني وخامساً ما خصائص المياه الجوفية؟ ألف يمكن الحصول عليها في عدد كثير من أقاليم العالم وخاصة البناطق الصحراوية الجافة التي تحوي خزانات طبيعية للمياه الجوفية ولا تتوفر بها مصادر المياه السطحية با عدم تأثر مصادرها بظروف الجفاف التي تسود في بعض الأقاليم في العالم لفترات زمنية محدودة جيم خلوها من الملوثات المسببة للأمراض وثبات تركيبها الكيميائي ودرجة حرارتها وصفائها سادساً ما مصادر تلوث المياه الجوفية الناتج عن نشاطات الإنسان؟ ألف مياه الصرف الصحي با تسرب المواد البترولية والكيموية ونفايات المناجم والنفايات المشعة جيم تسرب مياه الصرف الصحي الزراعي المشبع بالمخصبات الكيموية والمبيدات الزراعية والمخلفات الحيوانية إلى طبقات المياه الجوفية سابعاً عدد العوامل التي يتوقف عليها طبيعة اندفاع المياه من النافورات الحارة ألف حجم المياه والغازات الموجودة في الطبقات الأرضية با الاختلاف بين مستوى كل من فوهة النافورة والمياه الجوفية السؤال الثالث ما المقصود بكل من؟ أولاً المياه الجوفية هي المياه الموجودة تحت سطح الأرض والمخزونة داخل الشقوق والفجوات ومسام الصخور وهي في الأصل جزء من مياه الأنهار والأمطار أو من المياه الناتجة من ذوبان الجليد والذي يتسرب إلى باطن الأرض أما عن تعريف الينابيع فهي عبارة عن تدفق المياه الجوفية من الخزانات الجوفية لتظهر على سطح الأرض بشكل طبيعي دون تدخل الإنسان وقد تحتوي تلك المياه على بعض العناصر المعدنية أو الكبريتية نتابع أيضاً الإجابة على السؤال الثالث وما المقصود أعزائنا الطلاب بالأنهار الجليدية هي عبارة عن كتل جليدية تتحرك بفعل الجاذبية ووزن الثلج المتراكم من نطاقات الغطاءات الجليدية الأعلى منسوباً أو التي توجد فوق السفوح الجبلية إلى المناسب الأدنى رابعاً الجبال الجليدية العائمة هي كتل جليدية ضخمة تنزلق وتنساب في المياه البحرية السؤال الرابع بما تفسر أولاً بما تفسر عزيز الطالب ارتفاع درجة حرارة مياه الينابيع الحارة ألف نتيجة ارتفاع درجة حرارة جوف الأرض باء أو لارتكازها على صخور نارية شديدة الحرارة جين أو لتكونها نتيجة نشاط بركاني ثانياً بما تفسر بطء حركة الأنهار الجليدية بسبب أن الجليد جسم صلب شديد الاحتكاك بسطح الأرض أثناء الحركة السؤال الرابع أيضاً بما تفسر عزيز الطالب تشكل المياه الجوفية تشكل المياه الجوفية عندما تتسرب المياه من السطح إلى باطن الأرض ولكي تتجمع المياه الجوفية في باطن الأرض لا بد من وجود طبقات أرضية مسامية مثل صخور الحجر الجيري أو الحجر الرملي مرتكزة على طبقات من الصخور الصماء غير المنفذة للماء كالصخور النارية لتمنع تحرك المياه إلى الطبقات العميقة من القشرة الأرضية رابعاً بما تفسر تكون الجبال الجليدية العائمة تكسر الجليد من مقدمات الأنهار الجليدية أدى إلى تكون الجبال الجليدية العائمة ومن هوامش الغطاءات الجليدية في منطقة القطب الشمالي ونصل عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس ما أوجه التشابه والاختلاف بين أنواع الآبار العادية والآبار الارتوازية فالشبه في أنها عبارة عن آبار تدق لاستخراج الماء من باطن الأرض والاختلاف يتمثل في أن الآبار العادية هي خزانات المياه الحرة أو غير المحصورة والتي تقع تحت سطح الأرض مباشرة أما الآبار الارتوازية فهي خزانات المياه الجوفية التي تتخذ شكل ثنيا مقعرة يطلق عليها اسم الأحواض الارتوازية كما أن الآبار العادية تستخدم مضخات تدار بمحركات لاستخراجها أما الآبار الارتوازية ما أن تدق قصبة البئر تندفع المياه خلالها بفعل الضغط الهيدروستاتيكي إلى سطح الأرض ومع السؤال السادس ما النتائج المترتبة على؟ من نتائج المترتبة على الاستخدام المفرط للمياه الجوفية أحسنتم انخفاض مستويات المياه الجوفية وتدهور نوعيتها نتيجة تغلغ المياه البحر والمياه الجوفية المالحة لتحل محل المياه الجوفية العذبة واختفاء الآبار الارتوازية ومن ثم ارتفاع تكاليف استخراجها من باطن الأرض السؤال الرابع عدد اثنين من جهود دولة قطر لتنمية الموارد المائية نعم توعية المواطنين بطرق المحافظة على الموارد المائية تطوير أساليب الري واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة تطوير أساليب الري أجاب على السؤال السابع من خلال دلل على صحة العبارات التالية أولاً تقوم دولة قطر بجهود عديدة لتنمية الموارد المائية ما الجليل على ذلك أهزأنا الطلاب؟ ألف توعية المواطنين بطرق المحافظة على الموارد المائية با تطوير أساليب الري واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة جيم سن التشريعات والقوانين التي تنظم إدارة الموارد المائية وحمايتها من التلوث دال مشروع الزراعة الملحية في الأراضي الرملية للاستفادة من المياه المالحة في المنطقة الجنوبية ها مشروع تخزين المياه المحلة في أحواض جوفية من أجل الاستخدام المستقبلي لتلبية الاحتياجات المنزلية لسكان قطر ثانيا للتغير المناخي أثر كبير على الغطاءات والأنهار الجليدية دلل على صحة هذه الهبارة إن زيادة ذوبان كتلة الجليد في جرينلاند خلال فصول الصيف مع تأثر القارة القطبية الجنوبية أن تركتيكا باحترار الكوكب حيث تعرضت الصفائح الجليدية والأرصفة في الجزء الغربي من القارة للذوبان السؤال الثامن أكتب مدلول الأرقام التالية على خريطة الوطن العربي التي أمامك الرقم واحد يبين لنا حوض العلق الكبير أما الرقم اثنان فهو يدل على حوض المنطقة الشرقية لشبه الجزيرة العربية ومدلول الرقم ثلاثة هو حوض الحجر الرملي النوبي أما مدلول الرقم أربعة فهو حوض فزان والنتابع معا السؤال الثامن من خلال كتابة مدلول الأرقام على خريطة خزانات الماء الجوفي في دولة قطر ولدينا مدلول الرقم واحد والذي يدل على الحوض الشمالي ومدلول الرقم اثنان والذي يدل لنا على الحوض الجنوبي ومدلول الرقم ثلاثة يدل على حوض الدوحة ورقم أربعة يدل على حوض العائلات أعزائنا الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوف تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر